هل يبدأ رمضان الاثنين ام الثلاثاء؟ اجابة دامغة ومفصلة تكشف اول ايام رمضان المبارك لعام الفين واربع وعشرين والدول التي من المتوقع ان تصوم الاثنين او الثلاثاء اسعد الله اوقاتكم بكل خير تشهد الساعات الحالية حالة من الترقب بين مسلمي العالم للاعلان عن اول ايام شهر رمضان المبارك لعام الف واربعمائة وخمسة واربعين هجري وسط التوقعات الفلكية والتي تشير الى انه من المقرر ان يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام يوم الاثنين الحادي عشر من مارس وقال مركز الفلك الدولي في بيان ان تحري هلال شهر رمضان لهذا العام بالنسبة لغالبية الدول العربية وغيرها من دول العالم سيكون يوم الاحد العشر من مارس وذلك حسب ما اثبتته الدراسات الفلكية حول حدوث الاقتران المركزي في الساعة التاسعة صباحا لتوقيت جرانيتش ذلك اليوم وغياب القمر بعد غروب الشمس مباشرة في جميع مناطق العالم الاسلامي تقريبا الدول التي تصوم رمضان لعام الف واربعمائة وخمسة واربعين يوم الاثنين وبناء على ذلك فانه من المتوقع للعديد من الدول العربية ومنها اليمن ومصر والسعودية والامارات وقطر والاردن والجزائر ان يكون اول ايام شهر رمضان الكريم يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من مارس افقا لمركز الفلك الدولي الدول التي ستصوم رمضان لعام الف واربعمائة وخمسة واربعين يوم الثلاثاء واضاف ان موعد اول ايام شهر رمضان قد يختلف في بعض الدول الاسلامية الاخرى حول العالم مثل باكستان وايران وبنجلادش اذ انه من المتوقع ان تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس